السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصعد الله أبقاتكم بكل خير معكم أخوكم أيوب من قناة الطبيعة والباذية في هذا الفيديو سنتعلم طريقة زراعة التين الشوكي أو الصبار هذه النبتة لها أسماء عديدة منها التين الهندي والتين الشوكي والأكناري إذن متى وقت زراعتها وما هي التربة المخصصة لزراعتها أفضل تربة هي التربة الرملية التي تحتوي على السماد العضوي لكن إذا لم توجد عندك التربة الرملية فيمكنك زراعتها في أي نوع من التربة إذن نقوم بقص أحد الأوراق من النبتة ونقوم بتقطيعها إلى أجزاء كما يمكننا زراعتها لوحة كاملة هذه النبتة القوية والجميلة ودات الفوائد العديدة الصحية والطبية بإمكاننا زراعتها في أي وقت وأي فصل أي يمكننا زراعتها في الربيع والخريف والصيف والشتاء في أي وقت يمكننا زراعة التين الشوكي كما يمكننا زراعتها من خلال البذور لكن من الأفضل زراعتها من خلال الأوراق فيكون أسهل وأسرع إذن علينا تحضير التربة ونقوم بخلطها مع القليل من السماد العضوي بشكل جيد بعد ذلك نقوم بزراعتها في التربة من مقدار 3 سم تقريبا التين الشوكي لا يحتاج إلى الكثير من العناية فبعد الزراعة لا يمكننا سقايتها باستمرار فقط نقوم بترطيب التربة مثلا مرتين كل 15 يوم إذا أردنا زراعة التين الشوكي فعلينا اختيار أفضل الأنواع فكما تعلمون هناك أصناف عديدة من التين الشوكي وبعد مرور شهر تقريبا بدأت الجذور بالتشكل جذور الصبار فهي قوية وتمتد إلى أعماق التربة والصبار لا يحتاج إلى التسمين سواء قمت بتسميده أم لا فهو يهتم بنفسه كما أن الصبار يعتبر نبتا عصارية لا يحتاج إلى ماء بشكل مكتب كما أنه قد يصل ارتفاعه إلى خمسة أمتار وبهذا نكون قد وصلنا لإنهاية الحلقة أتمنى منكم الاشتراك في القناة كنوعين من الدعم كان معكم أخوكم أيوب من قناة الطبيعة والبادية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر